ده دكتور حسام حسني هو طبيب الصدر هو اللي قيلها في الأقوال بتاعة النيابة أنه لما اتأخر أربعة أيام الالتهاب ده تحول إلى كلايفات ثانياً دكتور حسام حسني كاتب الكحة المدممة بيقولك خطر على مش مريض الكورونا فقط خطر على أي مريض صدر أنت شايفه بيكح دم ما بتنقلوش وما فيش حاجة اسمها عصانا مش هاخد المريض غصباً عليه ما فيش حاجة اسمها كده في حاجة أنه الطبيب بيصارح المريض أو اتصل بيه وقولي مش أنا كل ما اتصل بيك تقولي لا ده كويس وبطمينك عليه وبياكله كويس بيشربه كويس ولما هنعمل PCR هتطلع النتيجة سلبية طب موالة نقل ليه يتنقل لما اتصرح بحالته فوقل هو اللي نقل نفسه مش هو اللي نقله ووقل هو اللي اتصل بدكتور عوضة وبعتوله والدكتور هالة زيت وتبعته عربية لإسعاف يعني أنت لا تصرف ولا عملت حاجة وتقول أصلا مش هتخلى على المسئولية لأ المسئولية كانت تقتيجي تقول للمريض أنت هتموت لازم تتنيه المستشفى المريض رفض قوله شكرا شوف دكتور غيري هي دي المسئولية إنما مش تق بعد يعني دمرت مريض ودمرت بيت وشوفنا جحيم سنة بالكامل سنة بالكامل إحنا والبنت دي ماشي البنت دي نفسيتها نهارد مستوى الدراسي نازل مدرسة بيت مدرستها لأي كانت فيها عشر سنين ونقلتها مدرسة تانية ومش شايفة أبوها اللي هو كانت متعودة عليه كل يوم بتدخل عليه بتقعد معاه مش هو ده أبوها أبوها مريض وبيحاول أن هو يستعيد صحته وبعد كده اتيتمت وجاي تنشر علينا عشاعات إن إحنا بقى التزام الصمت لحد ما نشوف التحقيقات عملت إيه مش تصدر شائعات وبعدين دي مسئوليتك إنت احنا ما بنفهمش في الطب احنا ما درسناش في كلية الطب علشان أعرف أقرأ أشاعة مقطعية دلوقتي لو تسألني أقولك آه أنا بيتعرف أقرأ أشاعة مقطعية لأن طول السنة احنا بنعمل مقطعيات ودكتور حسامي قولي شوفي دي قبل دي وستتحسنت إزاي فتعلمت منه أخدت أن هناك مواقف شخصي يعني بيت حضرك موبيل يعني الطبيب المعايد على فكرة لحظة واحدة واقل مكانش يعرف لأن أول ما واقل بلغني إن هو عنده كورونا قلت له طيب كلمت دكتور حسام حسني يا واقل قال لي لأ ده هم في حد واقل هو يعرفه بعث له دكتور قلت له اسمه إيه الدكتور ده قال لي ما عرفش لما هاجي هعرف اسمه هم قالوا له ده دكتور بيعالج فلان وفلان 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 يعني لأنا عرفه ولا أنا عمري شفته شخصيا على فكرة ولا واقل كان يعرفه مشي وهو يعني طب ماهو فيه اتنين مشاهير تانين على فكرة هيا الناس ناسية إنه فيه اتنين من الناس المشاهير بردو الأسامي الكبيرة نفس الحكاية طب لما دول تلاتة عند ناس الطبيب موجودة في التحقيقات أنا ما بقلبش كلام موجودة في التحقيقات لما دول تلاتة ومعروفين طب بالناس ما سألتش نفسها الناس اللي هي مش معروفة حصل فيها ايه انت مشاهير وايه الاسرار الشديد على استخدام السوفالدي طب كنت اديته السوفالدي والديته الأدوية اللي بتعالج الكورونا يعني خلاص انت عايز تعمل التجربة اعملها ها هقول ايه اكتر من كده بس اديله شفت التحاليل بتنهار ودي تحاليل دي ما فيهاش كسبة دي تحاليل طبية معمولة في معمل وكل حاجة شايف التحاليل بتنهار شايفو انه بيابتدى يجيب دم من بقه بتعالج ايه؟ بتعالج ايه؟ وبعدين انت مش دكتور سطر تا دكتور كابت بتعالج ايه؟ والحالة تتنقل المستشفى الحالة تتنقل المستشفى تنقل المستشفى الحالة تتنقل المستشفى وعايزة تقوليها عايزة اقول انه الحق وعمره ما بيضية عمره ما بيضية حتى لو تأخر ظهور الحق وصوت الباطل عالي قوي ويقعد يعمل دوشة واشععات والكلام ده لكن الحق اهق شكرا اشتركوا في القناة